أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء الذي ذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الرباء لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وانتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلاء أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك الذي نتلو فيه كتابه ونتدرسه أن يجعل هذا المجلس من المجالس التي تتنزل عليها الرحمة وتغشاها السكينة وتحفها الملائكة ويذكرها الله عز وجل في من عندها وتأتي هذه السورة مناسبة ومناسبة لما نحن مقبلون عليه من حج بيت الله الحرام وما أعظم أن نعيش أيها الأخوة في رياض كتاب الله عز وجل ونتأمل ما فيه من الحكم والأحكام والهدايات ونحن نعيش في جوها ووقتها لعلنا بإذن الله عز وجل نمر في خلال آيات الحج على بعض ما يهمنا في الحج هذه السورة الكريمة يلخوا سورة الحج أولاً نعلن نقف على بعض مقدماتها ثم نتحدث عن آياتها هذه السورة سورة الحج فضلت بمزية عن غيرها من السور فبماذا فضلت هذه السورة؟ فضلت هذه السورة بمزية عن غيرها من سور القرآن الكريم بماذا فضلت؟ فضلت بما جاء في السنن من حديث عقب بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال نعم إذن هذه السورة خصت من بين سائر سور القرآن أنها تضمنت على سجدتين وهذه السورة يا إخوة من أعاجيب السور لماذا هي من أعاجيب السور؟ قيل لأنها نزل منها بمكة ومنها ما نزل في المدينة ومنها ما نزل ليلاً ومنها ما نزل نهاراً ومنها ما نزل حضراً ومنها ما نزل سفراً ومنها الناسخ ومنها المحكم أو الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه فتضمنت هذه السورة على أحوال من النزول ولذلك كانت من أعاجيب السور هذه السورة أيها الأخوة عن ماذا تتحدث أو ما هو المقصد الرئيس فيها ما هو المحور الرئيس الذي تدور عليه لو تأملناها وجدنا فيها ملحظ مهم جداً وهو ملحظ التعظيم لله عز وجل بالتوحيد وإبطال مظاهر الشرك إظهار مظاهر التوحيد وتعظيم الله عز وجل وإبطال مظاهر الشرك وأهله ومعبوداته ولذلك نستطيع أن نقول أن مقصدها هو إظهار تعظيم الله عز وجل بالتوحيد له ومظاهر ذلك التوحيد الذي يظهر فيها تعظيم الله في مقابل إبطال الشرك ومعبوداته وتسفيهها وتهوين من شأنها قولنا أنها في التعظيم يؤكد ذلك أولاً افتتاحيتها فقد افتتحت بفاتحة تبعث التعظيم والخشية وترغم النفوس على التذلل وخضوع ولذلك قال الله في افتتاحيته يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وماهم بسكارة ولكن عذاب الله شديد فتأملوا هذه الفاتحة العظيمة التي تبعث التعظيم في النفوس والهيبة والرهبة كذلك ورد فيها سلمكم الله ذكر التعظيم في آيتين من كتاب الله في ذكر الحج قول الله عز وجل ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه في الآية الثانية ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب كما أنه ظهر فيها مشهد عظيم من مشاهد التعظيم الباعث على التوحيد لله عز وجل والإيمان به والخضوع ما هو هذا المشهد الذي سميت به السورة مشهد الحج مشهد الحج أيها الأخوة غرضه ومقصده الأعظم هو التعظيم لله عز وجل بالتوحيد والخضوع له سبحانه وتعالى والخبوت والتذلل هذا مقصد عظيم من مقاصد الحج تعظيم الله تعالى وإظهار التوحيد له سبحانه وتعالى فلذلك سميت هذه السورة بالحج لأن هذا الركن من أركان الإسلام شرع لذلك المقصد العظيم وهو تعظيم الله وإظهار توحيده سبحانه وتعالى أو الباعث على توحيده سبحانه وتعالى ونجد في مقابل ذلك تسفيه أهل الشرك ومعبوداتهم وتأملوا في آخر السورة ختمت بقوله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً أليس هذا تسفيه أن هذه المعبودات لا تستطيع أن تخلق أحقر المخلوقات وأضعفها ولو اجتمعوا له وأن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه ولو اجتمعوا كلهم ليستنقذوا ذلك الشيء الذي سلبه منهم الذباب لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب إذن هذه المخلوقات والمعبودات ضعيفة حقيرة ثم في الآية اللي بعدها قال ما قدر الله حق قدره وفي هذا تعظيم لله عز وجل ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز أرأيتم كيف ظهر التعظيم ثم أيضاً يظهر فيها آيات الخضوع والأخبات لله عز وجل ولهذا قال الله عز وجل وبشر المخبتين والأخبات هو الخشوع والخضوع والتواضع الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم في قول وفي آخرها قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ما قال قيم الصلاة قال اركعوا واسجدوا خص الركوع والسجود لأن الركوع والسجود هم الركنان في الصلاة الذين يظهروا فيهم الخضوع لله التذل لله عز وجل كذلك أيها الأخب وهذه الآية فيها موضع سجود والآية الثانية التي فيها موضع سجود أيضا تظهر تعظيم الله عز وجل والخضع له وهي قول الله عز وجل ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس انظر هذا التعداد الذي يعطيك أن الخلق كله والأفلاك كلها تعظم الله وتخشع له وتتذلل وتخضع له سبحانه وتعالى ولهذا نقول أيها الأخوة أن هذه السورة فيها مظاهر التعظيم الباعث على توحيد الله عز وجل والإيمان به والخضوع له سبحانه وتعالى ذكر بعضهم أن هذه السورة فيها أحوال السير إلى الله عز وجل أحوال السير في الدنيا وذكر فيها مشهد الآخرة وأحوال السير ذكر فيها مشهد الحج بالدنيا وأحوال السير في الآخرة وذكر فيها مشهد القيامة وعلى كل حال فالسورة تحتمل ذلك لكن الذي يظهر لي والله تعالى ألم أن هذه السورة حينما نقرأها بهذا المقصد العظيم التعظيم سنجد ذلك ظاهراً ولعلنا نبين هذا فيما سيأتي إن شاء الله عز وجل يقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم وافتتاحها بأيها يا أيها الناس يدل على مكيتها لكن فيه آيات فدل على مدنيتها كقوله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير فافتتاحها بأيها الناس هنا للخطاب العام للناس ومنهم المشركون ثم قال اتقوا ربكم اتقوا ربكم ولاحظوا أيها الاخوة أنه قرن التقوى بلفظ الروبية ففي القرآن جاء الأمر بالتقوى باقترانه بلفظ الجلالة اتقوا الله يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته وجاء هنا بلفظ الروبية وذلك لأن النظر إلى منافع الناس وخلقهم باعث على تقوى الله عز وجل والنظر إلى أحوالهم ومصيرهم باعث كذلك على باعث على تقوى الله عز وجل فلذلك اقترن هنا بوصف الروبية ثم قال إن زلزلة الساعة شيء عظيم إن زلزلة الساعة ليست الساعة وإنما زلزلة الساعة والمقصود بزلزلة الساعة والله تعالى أعلم كانوا فسرون هنا واختلفوا فيها قيل أنها هي ما بين يدي الساعة من أحوال وزلازل ترهب الناس وترعبهم وقيل أنها هي أهوال يوم القيامة نفسها أهوال يوم القيامة ولعل مما يؤكد ذلك أن المقصود بها الأهوال أنه قال اليوم ترونها تذهل كل مرضعة عمنا أرضعت فأحوال الناس في ذلك اليوم لتلك الأحوال أو الأهوال لا أحد يملك نفسه أما في أحوال الزلازل الدنيوية فلا تصلوا لو لا يصل حال الناس فيها إلى هذا الذهول الجماعي الذي يتفق فيه الناس كلهم حتى أقرب وأقوى علاقة بين أثنين وهو علاقة الأم بجنينها ورضيعها قال الله عز وجل إن زلزلة الساعة شيء عظيم ولم يقل عظيم قال شيء عظيم والإتيان بلفظ شيء هنا وتنكيرها تهويلا لذلك الهول الذي تصاحبه تلك الزلزلة فهو شيء عظيم لا يوصف في عظمته وهوله وضرره مما يبعث على الخوف والرعب والهيبة من ذلك الحال ولهذا قلنا أن السورة تبعث الهيبة وتبعث التعظيم والرهبة ثم قال الله عز وجل يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت لاحظوا أنه قال يوم ترونها وعن مع أن الخطاب لمن نزل ابتداء لمن نزل فيه أهل لمن نزل عليهم القرآن ابتداء وهم المشركون والصحابة وهم لم يرواها ولن يرواها لأنهم قد ماتوا إلا أن يكون المقصود بعد البعث لكن والله أعلم أن المقصود قبل البعث إنما ذكر الرؤية هنا لتقريب الأمر وتصويره في نفوسهم كأنه قريب منهم أو كأنهم يشاهدونه أو سيشاهدونه عن قرب وهذا من أساليب القرآن أنه يصور الأمر تصوير المشاهد ليكون قريباً إلى الذهن لا يستبعده الإنسان الذي يقرأه فقول يوم ترونها تدل على تقريب هذا الأمر في نفوسهم وكأنهم يشاهدونها وهم من أهلها تذهل كل مرضعة عما أرضعت لاحظوا أنه قال تذهل والذهول ما هو الذهول هو انصراف الإنسان عن شيء لا ينصرف عنه عادة يعني انشغال الذهن عن شيء لا ينشغل عنه عادة بسبب طارئ مفاجئ له ولهذا قال تذهل كل مرضعة ولا يمكن للمرضعة وهي ترضع جنينها وفي حجرها أن تنصرف عنه إلا لأمر عظيم ومفاجئ فلذلك عبر هنا بالذهول وهو انصراف الشيء المفاجئ لأمر عظيم قال تذهل كل مرضعة ولم يقل تذهل المرضعة يدل على أن الذهول هنا جماعي وليس لأن مرضعة من المرضعات أصابها فزع بشيء معين مما يدل على أن هذا الهول وصل حد النهاية في الهول والفزع الذي يقطع كل علاقة بين في الناس واهتمام ثم قال كل مرضعة ولم يقل كل مرضع مع أن المرضع هذه الفعال خاصة بالنساء أو هذا الفعل خاص بالنساء والأفعال الخاصة بالنساء لا تلحق بها التاء إلا في حالة إيش إلا في حالة حدوث ذلك الآن يعني المرضعة التي ترضع الآن المرأة تسمى مرضع وإن لم تلقي امثديها جنينها جنينها يقال هذه مرضع لكن متى يقال مرضعة إذا كانت في حال إرضاعها الحالي فلذلك هنا ذكر أنها في حال إرضاعها لجنينها تذهل فأي أمر ذهلها وصرف عقلها واهتمامها عن جنينها قال عما أرضعت ولم يقل عن جنينها ليدل على أنه مع قربها مع قربه منها وأنه بين يديها إلا أنها انصرفت عنه ثم قال وتضع كل ذات حمل أي أن كل حامل ستضع حملها من هول المصيبة نعم في الدنيا قد تضع الحامل حملها لأمر مفجع مصيبة ألمت بها لكن كل حامل كل ذات حمل تضع حملها لم يكن ذلك إلا لأنها قد وصلت إلى حد النهاية في الذهول والخوف والفزع وقال سبحانه وتعالى كل ذات حمل ولم يقل كل حامل ليدلنا على أن جنينها الذي في بطنها ذات حمل أنها ستلقيه وسيكون ذلك من شأنها فزعها الذي سيقطعها عن كل صلة بجنينها قال الله تعالى وترى الناس سكارا وما هم بسكارا متى يصل الناس إلى الذهول الذي لا يدري الإنسان أين هو ولا يدري ماذا يتصرف فيه ولا يدري أي حال هو فيه إلا في حال نهاية الذهول والفزع ولذلك قال الله تعالى وترى الناس سكارا من الهول وما هم بسكارا من الخمر والشرب ولكن عذاب الله شديد ووصف الله تعالى هذه الأهوال العظيمة المفزعة المفجعة أنها عذاب عذاب وهذا يؤخذ منه أن العذاب قد يكون عذابا نفسيا والهزع والهلع والفزع عذاب للإنسان إذا أصيب به فلذلك قال الله تعالى ولكن عذاب الله شديد ولكن عذاب الله شديد وقد يقال أن المقصود بذلك أنهم يستحضرون خوفهم من عذاب الله عز وجل ذلك اليوم ويعلمون أن هذا هو اليوم الذي سيحاسبون عليه على أعمالهم وأن أمامهم عذاب الله الشديد الذي يبعثهم على ذلك الخوف قال الله عز وجل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد يعني أنه مع سياق هذه الآيات أمام الناس وهذه الأهوال التي يذكرها الله عز وجل إلا أن هناك من الناس من يجادل فيها بغير علم ومن هم هم المشركون يعني لا يرعون ولا يخضعون ولا يرهبون من عذاب الله عز وجل وتخويفه بل يجادلون عياذا بالله فصفة المجادلة في الحق هي صفة المشركين فأن للإنسان المسلم أيها الأخوة أن يجادل في الحق بعد أن يتبين له ويظهر له ويستكبر عليه فإن هذه الصفة أهل الشرك والكفر والعنات والإصرار قال ومن الناس من يجادل في الله يجادل في الله في أمر الله عز وجل وفي توحيده الذي أمر الناس أن يوحدوه وفيما أخبر به الله عز وجل بغير علم أي ليس عنده علم سابق ولا حالي من كتاب ولا حجة ولا برهان قال ويتبع كل شيطان مريد أي أن أمره وسبب إعراضه ومجادلته وإصراره أنه يتبع كل شيطان مريد يا ذنب الله والمقصود بالشيطان هنا إما أن يكون شياطينهم من الإنس صناديدهم الذين يأمرونهم بالكفر ورؤساؤهم وإما أن يكون الشيطان هنا الشيطان من الجن الذي يأمرهم بالوساوس ويصدهم عن ذكر الله عز وجل وعن طاعته والإيمان به قال الله سبحانه وتعالى كل شيطان مريد والمريد هو العاتي في الشيطنة العاتي في الشيطنة ثم قال الله عز وجل كُتِب عليه على من على لا على الشيطان كُتِب عليه على الشيطان أنه من تولاه أي تولى الشيطان فأنه أي الشيطان يُضِلُّه أي يُضِلُّ من تبعه وتولاه ويهديه إلى عذاب السعير كُتِب على الشيطان وفرِض على أنه من تولاه وهذا تحذير من تولي الشياطين واتباعهم لأن من تولاه فمكتوب عليه أنه يُضَل ويهدى إلى عذاب السعير وتأملوا أيها الأخوة أنه جمع بين وصفين متناقضين لكن هذا من بلاغة القرآن أنه جاء الوصفان المتناقضان المتنافيان في أسلوب بديع فقال يُضِلُّه عِعَن سبيل الله ويهدِيه ويهدِيه عذاب السعير فهو يُضِلُّه عن طريق الله ويهدِيه ويُيسَّر له ويسوقه بوساوسه وأمره إلى ما يصل به إلى عذاب السعير إياذاً بالله ثم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث هنا عاد الحديث إلى المنكرين الذين يُجادلون بعد أن بيّن الله تعالى أهوال يوم القيامة وهؤلاء يكذبون بالقيامة ويكذبون بالبعث تكذيبهم بالقيامة ناتج عن ماذا؟ ناتج عن تكذيبهم بالبعث فرد السياق والحديث إليهم بإثبات البعث فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب فقال إن كنتم في ريب هم في ريب لكن لماذا قال إن كنتم في ريب أي أنه مع صدق آيات الله والدلائل لا يمكن أن يقع معها ريب لكن هؤلاء بإصرارهم وتكذيبهم يقع في نفوسهم الريب فذلك لم يجعله ريبا حقيقيا وإن كان هو في نفوسهم يقينا لكن هذه الدلائل وهذه البينات تزعزع ذلك الريب وتذهبه تماما لمن كان له قلب قال الله عز وجل فإنا خلقناكم من تراب والمقصود خلق آدم عليه السلام خلق أصلهم فإنا خلقناكم أي أصلا وابتداءا من تراب ثم من نطفة ثم العطف بها يفيد التراخي أي أنه مرحلة مراحلكم بعد خلقهم تراب أنكم تخلقون من نسل أبائكم فثم هنا يفيد التراخي قال ثم من نطفة والنطفة هي ماء الرجل قال الله عز وجل ثم من علقة ما هي العلقة العلقة هي قطعة من الدم الجامد اللين ثم من علقة أي دم جامد لين يعلق بجدار الرحم يعلق بجدار الرحم ثم من مضغة والمضغة ما الفرق بينه وبين العلقة أن المضغة قطعة من لحم قطعة من لحم بقدر ما يمضغ بقدر ما يمضغ وتغير الأحوال هذه من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة أن الإنسان يكون نطفة سبعة أيام حتى يستقر هذه النطفة في الرحم وبعد أربعين يوما بعد أربعين يوما تصير خلقته علقة في حجم نملة كبيرة ثم يبدأ التشكيل في الوجه كالخطوط يكون كالخطوط ويتحول بعد ذلك التشكيل إلى تشكيل تام مع مراحل الإنسان إلى أن يلت أو تلده أمه ثم قال الله عز وجل مخلقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ما الفرق إخواني بين المخلقة وغير المخلقة تعرفوا يعني تظهر فيها الأعضاء جميعا وغير المخلقة قبل هذه المرحلة يعني إما أن يكون المقصود مخلقة يظهر فيها الخلق كاملا وهي مرحلة متأخرة وغير المخلقة هي ما لم يظهر فيها الخلق كاملا بكونها مرحلة متقدمة طيب هنا سؤال وإشكال لماذا قدم المخلقة على غير المخلقة إن كان هذا المعنى هو المقصود هناك معنى آخر قبل أن نجيب على هذا السؤال هو أن المقصود بالمخلقة الكاملة الخلقة كاملة الخلقة التي هي الأصل في اكتمال الخلق ويولد الإنسان كاملا وغير المخلقة هي التي يكون فيها تشوه ونقص في الخلقة لم تتكتمل خلقتها وتشكلها وكل المعنى وارد في الآية لكن السؤال لماذا قدم المخلقة على غير المخلقة مع أن غير المخلقة هي سابقة في المرحلة لكن المعنى الثاني هو الأقرب فيما يظهر لي والله أعلم أن غير المخلقة التي لم يكتمل خلقتها بتشوه أو نقص في شيء من خلقتها فما الجواب؟ استدلال هنا على القدرة على البعث فقدم ما هو أظهر في الاستدلال على قدرة الله عز وجل وهو الخلقة الكاملة إذن ما الفائدة من ذكر الأخرى؟ إذا كان السياق في الاستدلال على قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث وعلى الخلق فما فائدة ذكر الناقصة هنا؟ فائدتها أنه كما أنه قادر على اكتمال خلقته فهو قادر على إنقاص خلقته سبحانه وتعالى لأنه قد يقال أن الإنسان يخلق طبعا فيقال لماذا يختلف الناس في خلقهم هذا كامل وهذا ناقص فذكرها من باب تغير أحوال القدرة وإظهار مظهر من مراهل القدرة وهو إن شاء أكملها وإن شاء أنقصها سبحانه وتعالى قال الله لنبين لكم ماذا نبين؟ نبين ماذا؟ نعم إما أن نبين قدرتنا أو نبين لكم خلقتكم هكذا خلقتم أو نبين نعمتنا عليكم فلذلك حذف المفعول هنا ليحتمل عدة احتمالات وهذا أسلوب من أساليب القرآن أنه يحذف المفعول أنه يحذف المفعول ليحتمل الذهن في ذلك احتمالات متعددة قال الله عز وجل ونقر في الأرحام ما نشاء وما معنى نقر في الأرحام ما نشاء؟ يعني أننا نقر هذا الخلقة في الرحم فيستقر في الرحم بعد ذلك ولماذا فصلها عن التي قبلها؟ فصلها عن التي قبلها الإشارة إلى أنها تشبه حال الإنسان في قبره حين يستقر في قبره إلى أجل مسمى فكأنه أراد أن يصور لهم كيف يحيون بعد موتهم كما أن هذه النطفة وهذه الخلقة هذا الخلق خلق الإنسان يستقر في الرحم إلى أجل مسمى ثم يخرج حيا فكذلك الإنسان في قبره يكون إلى أجل مسمى ثم يبعثه الله حيا ولذلك قال وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وما هو الأجل المسمى؟ هو أجل ولادته وأجل ولاده متى هو أو كم هو يختلف بقدرة الله الأكثر في استقرار الجنين في الرحم تسعة أشهر وتسعة أيام هذا الأغلب لكن قد يسبق وقد يتأخر بأمر الله سبحانه وتعالى ولهذا قال إلى أجل مسمى لا يعلمه إلا الله عز وجل ثم قال الله ثم نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا وهذا من معاني الامتنان من الله عز وجل يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ذَكَرَهُ الله تعالى لأنه من من مراحل الامتنان وفي هذا ما يدل على أن الإنسان يُسمَّى طِفْلًا من حين أن يولد وإلى أن إيش يبلغ والدليل على أن الطفولة تستمر مع إنسان إلى مرحلة البلوغ قوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا فمرحلة الطفولة من حين الولادة إلى حين البلوغ قال الله عز وجل ثم لتبلغوا أشدكم وما هي مرحلة الأشد أختلف فيها المفسرون قيل هي مرحلة الفتوة والقوة قوة الجسم التي تظهر فيها قدرة الله عز وجل على اكتمال الخلق وقيل هي مرحلة اكتمال العقل وهي مرحلة الأربعين حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة والصحيح أن مرحلة الأشد هي ما بين ما بعد البلوغ إلى الأربعين كل ذلك هي مرحلة قوة الإنسان وبعد الأربعين يبدأ ضعف الإنسان وضعف خلقته قال الله عز وجل ثم لتبلغوا أشدكم ما قال ثم لتكونوا شوخا كما في سورة غافر ما السر؟ السر هو أن السياق هنا في الحديث عن مظاهر القدرة مظاهر القدرة ومرحلة الشيخوخة مرحلة ضعف أما في غافر فالسياق هنا في الامتنان عليهم في الامتنان وهذه في مظهر القدرة وإظهار قدرة الله عز وجل فذكرها هناك امتنانا ولم يذكرها هنا لأنها موضع ضعف والله تعالى يسوق في ذلك مساق قدرته سبحانه وتعالى قال الله ومنكم من يتوفى ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر ذكر مرحلة الشيخوخة هنا بهذه الجملة ومنكم من يرد إلى أرض للعمر والمقصود بأرض للعمر هي مرحلة الشيخوخة التي يكون فيها الإنسان في حالة من الضعف التام حتى لا يدرك ما هو فيه ربما يهذي بما لا يدري ولذلك قال لكي لا يعلم من بعد علم شيئا يعني ليس عنده قابلية لعلم جديد لكي لا يعلم من بعد علم شيئا عنده علم قد يستحضر قد يستحضر بعض أحواله لكنه لا يستقبل علما جديدا ينشئه لضعفه التام والله تعالى أعلم وذكر هذه الأحوال والسياق لبيان ضعف الإنسان الذي يستكبر على الله ويجحد آيات الله عز وجل ويستكبر عن الإيمان به وتعظيمه وتوحيده قال الله عز وجل في مشهد آخر من مشاهد القدرة مشهد يشاهدونه قال الله وترى الأرض هامدة وترى الأرض هامدة ما معنى هامدة؟ يعني ميتة جامدة ليس فيها حياة همود فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت والاهتزاز هو تحرك مع ارتفاع تحرك مع ارتفاع وربت أي ارتفعت بتشقق النبات فيها وارتفاع قشرة الأرض مع النبات وأنبتت من كل زوج بهيج وذكر الله عز وجل تنوع النباتات بقوله زوج أي من كل صنف وبيّن وصفه بقوله بهيج إظهارا لكمال قدرة الله عز وجل الدال على أنه قادر سبحانه وتعالى على البعث ولذلك قال بعدها ذلك بأن الله هو الحق ما معنى ذلك بأن الله هو الحق يعني إما أن يكون أن هذه الأمور أو هذه الآيات تدل على أن الله هو الحق وإما أن يكون المقصود ذلك بسبب أن الله هو الحق أو يدل على أن الله هو الحق إما أن تكون سببية بسبب أن الله هو الحق أو تكون للدلالة على وحدانية الله عز وجل فيكون المعنى ذلك دليل على أن الله هو الحق كل ذلك وارد في معنى الآية ثم قال في إثبات إحيائه وأنه يحيي الموتى سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء قدير يعني بعد أن بيّن الله تعالى الأحوال مشاهد القدرة ووصفها لهم أثبتها بالتأكيد واليقين بقوله ذلك وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير ثم قال الله وأن الساعة آتية لا ريب فيها لاحظوا أن الحديث عاد إلى أول السورة في إثبات الساعة إن زلزلة الساعة التي كذب بها بعد ذلك وجاد إلى المشركون فأثبتها هنا بعد إثبات البعث فقال وأن الساعة آتية لا ريب فيها لا ريب فيها بعد ذلك مدام أن الله أثبت لكم بالأدلة والبراهيم بأ البعث فإن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور إثباتاً للبعث بعد الموت كل هذا أيها الأخوة هذه الآيات كلها في سياق محاجة المشركين ومجادلتهم وإثبات أن الله عز وجل هو الإله الواحد وإثبات قدرته سبحانه وتعالى الكاملة وعظمته سبحانه وتعالى الدالة والباعثة على الإيمان به لكن هل يؤمنون أم لا يؤمنون هذا ما تخبرنا به الآية التي بعدها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبار ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر